لكن لأول مرة إسرائيل تذكر اسم أسماء القتلى وأعدادهم بهذه السرعة الكبيرة السبب كما أرى هي حتى تمعا في توريط العراق باشتراكه والاستفاف ضمن المحور الإيراني رسميا وبذلك هي تكسب الرأي العام العالمي بأن كل ما ستقوم به هو ردة فعل للدفاع عن نفسها خصوصا أنها تعتبر العراق بأنه دولة غير مجاورة ودولة تعتبرها كما تعتبر بنظرها باقي الدول العربية الأخرى أو العالمية هي دول غير مجاورة ودول مرتزقة إن حاولت العمل ضد إسرائيل هذا من ناحية نأتي على الطائرة المسيرة هذه الطائرة طائرة تسمى الأرفد هي خيرة وقمة الإنتاج الإيراني للطائرات المسيرة استخدامها بهذه الدقة والانطلاق وعبورها دولة أخرى ومن ثم الدخول إلى إسرائيل بارتفاعات واطية يدعي الإسرائيليين أنهم لم يستمكنوها لا بالرادار ولا ضمن أسلحتهم لا القبة الحديدية ولا أيضا صواريخ الباتريوت وهي عادة تشتغل من 150 متر فما فوق وهذه تطير على ارتفاع 70 متر مع العلم المنظومات للقبة هي تعالج من 55 متر فما فوق هنا الخيارين أو الاتجاهين الذي سأتكلم عنهما سريعا الأول بأن العملية قد تكون صحيح ناجحة واستطاعت تجاوز كل الرادارات الجوية والمنظومات الدفاع الجوي وتنفذ عملية قتل اثنين من أحسن أو الألوية القديمة جدا في إسرائيل وهو جولاني نقطة ثانية هنا أريد أشرح سريعا إذا سمعت لي عن القبة الفولاذية القبة الفولاذية تم انتاجها من شركة روفائيل للأعمال الدفاعية المحدودة الحكومية وأعمال الفضاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر